السلام عليكم كديرين تتمنىكم تكونوا باخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله بصحة والسلامة والرزق والتي تتمنىش حاجة الله يوصلها لي ان شاء الله اليوم ان شاء الله جينا غادي نديروا قريصات ديو الليمون يعج انتم بالليمون التي يجو غزالين بلا زبدة بلا بيض يعني اقتصاديين سهلين مهلين ما تقاش تسنى تقولوا لا ما عنديش هادي ما عنديش ما عنديش هادي اوك بالنسبة لمقادرة كما تتشوفو عندي هذا البول هادة غادي ناخذ نسكيلو ديال دقيق ما ويه عادي الجوج بنيد والدقيق عندي كما تتشوفو قادي ناخذ 4 كاس ديال الزيت عندي ربع ازتزيدين ما وصلش النص نص كاس دياساندة علي حسب الضغط ديالكم بجزيلو ساندة زيدو هاين كتنتعبوا ان شغ interesتون بصدقه اه الليمون جيش كيسان ديالليمون ولكن علي حسب العجينا من التجمعات ليكمaciajاج كيسان قبيصة دي الملحة الخميرة أنا عندي الخميرة دي الحلوة دي الجمع على القبار دي الخميرة والحسبكم انتم ما بغيتوا تديروا الخميرة المعجونة ديروها الآن الخميرة المعجونة ما تنبغيش تدير ريحة دي اللي فيها الصراحة بي الجمع في جي شيء كتير تنفضل هادي وتنخليت الخمار على خاطرها بشوي يعليات شو عشان ديران هادي وما هي ما أنا غادي ندير المقادر كما تشوفوا معايا درس دقيق درس ساندة غادي ندير الزيت ان شاء الله سندل سقاتلي في الكاز يوز ويتا دي النوم الزيتون ربع كاز هاك كاكتان نس كاز أنا الصراحة ندير عيني ميزاني رعا وكانت تنحولانان ندير معاكم اذاك شينت بدقائق نحطوه ليكو بدقائق وصب شيت الملحة وجوج مع القبار دي الخميرة الخميرة خميرة معجونة ديروها لكتو غادي نديرو الدقيق شوية زي ديرو الخميرة معجونة أنا لحقاش رادي نخلي على خاطرها تخمر لي فين ما بغيت ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت ما عنديش حاجة لنزربان على يعني كلوقت الكافي يوصفي غادي نخلط بالليمون كما اكتليكم الليمون انها تزيدوا انتوما ديكشي على قدر الدقيق اللي عندكم ولوقيتها إن فوينت بليكم جمعات أحبسو لحقاش كين شي دقيقتي يشرب خاسكم تزيدوا كتر مهم يكون عندكم شوش كيستان ديو الليمون باش انكم تفادوا انها خايخسكم ولا تزيدوا نصفي غادي نخلطوها كيها وغادي ندلكوها مزيان مع الدلك 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 بحالة الدلك العجينة ديو الخبز نصفي غادي مخاك أنا غادي نمشي باش غادي ندلكها مزيان وغادي نرجع لكم إن شاء الله موسيقى 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 أنا صراحة نحطها في سطح العامل وتندلكها مزيان تندلك ودلك مزيان تنبرد فيها الغدائد مدرتهاش في الماكينة قدر اللي أبود ديرها في العجينة ديرها في العجينة مدرت أعير هكاك بتندلكها بتنبرد فيها الغدائد شوية يو صفي دابة ماني خلية أنا خمار تدريت هات خمار تقربا 15 دقيقة من بعد ما بنت لي يا نارى خمارات عادين هزت غادي ننخرجها باش نخرج من هدك الهوى اللي فيهاция味 داخل ادرت سطح العامل درت لي شي داي لإذك اصافي أنا غادي نحاول نقا برق ceteraki now باش نخرج ديك الهوى اللي فيها الداخل عارتهم عالخميرة وخانة ردي راقي an aklamր الخميرة ذيabsحلوا يعني مشي مشي بزيف يا الهوى بزيف ولكن كمم رافية شوية. اما لدوتو الخميرة المعجونة را غادي تكون لكم بزاف غادي يكون فيها الهواء بزاف غاز كم تدلكوها كتر باش تخرجوا. ايوا سيدنا مني ندلكتو حي تذيك الهواء اللي فيها غادي نحاول اني نقطعهم يعني التروفها متساويين باش نكشكلهم الكويرات. بتاني نحاول نشكلهم يكونوا كاملين قد 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 قطعها بلموس ما عديش هدك اللعيبة باش يقطعو. ما مديش علي اخت كمراء. ما تندير هدكو الحويش بزاف صراحة. بتاني نقول لاش عادي نديرها و عمرا ما طاحت ليه في بالين باش غادي نشريها ومتقن قطع بيها العجينة. هاد المرة اللي بنت ليين غادي نشريها صافي على ودتكم. قولي انتي يا امينار تتصوري اذا برخة تبقى تدير هدك شي على حقه وطريقه. صراحة نبغينا ندير هدك شي عادي هدك شي اللي عندي في الضار تنبغي ندير نشركه معاكم. ما نحاولش مخان تكلفون باش ندير شي حاجة باش نتصورها لكم. يوا سيدنا هكا تنشدهم تنكوروهم الكويرات بها الطريقة هادي. تتنكوروهم كاملين. أنا ما درتهم مش كبارات بزيف. دفتم معا شوية. بتنبغي مش كبارات الصراحة باش كو وحدية كل وحيدة ولا. وصافي ما. مثلا ما لك انت كبيرة ان انسانك تقدر ما بغوش يكملها وتتبقى كاك عرتات ضيعة. ولا ما بالاحسن نديرهم صغارات هكا كل وحدية كل وحيدة ديالهم. يوا سافي غادي ندبا غادي نغطوهم ونخليهم يخمارو ومشي ونغبرو عليهم واحد شوية تيبنو لي انو مراه خمار ومزيان وعادا غادي نرجع عليهم ان شاء الله. مشي دبا نغسل الممي عنات. يوا سافي دبا مني نغسلت الممي عنا غادي نجي دبا بنويران ومخمارو غادي ناخد واحد طاوة ديالنا. انا اخدت عرات طاوة صغيرة لحقاش عندي عر سبعة وصغيرة. ما ديرهم مش كبارات. انا من احسن ما نكذبش عليكم. متان بغيش ندير لاذاك شي مضابل. متان بغي كل مرة ندير حاجة. متان بغيش اذاك شي بقيت سطوكا ليها كاك في الكونجيلاتور. متان بغي كل مرة ندير حاجة. دبا هادو كملتو مرة اخرين شاء الله غادي ندير حاجة اخر باش نغيرتها دوزع لو واحد المودة وعد عودتاني من قدر نعودهم. صافي وعدنا حاولوا اننا نقرسهم يكونوا ارقاق لحقاش مازل غادي تنفخو. انا بالنسبة لي كما ورت ليكم الكف ديالي انا عارو متان ما تنقرش بالكف. مع الناس خاصهم يقرسوا بالكف. انا تنقرسعي بالصبيعات. ارتا تقول لي يا ماما متقاش تقرسي بالصبيعات. قرسي بالكف. ولكنو تقول ما تيعطينيش خاطري. عاني ننقرس بالكف. معديش دك القوة ديال انه اللي غادي نبقى بالكف. يوصع فيها انا دابا شديت واحد الصفر ديال البيضة. الصفر ديال البيضة. ازدتها واحد نقيتها ديال الخل مع شوية ديال الحليب. غادي نديرهم غادي ندهنهم. انا دابا دهنتهم دابا حاليا. ما بوكش نخلهم حتى تيخمار وعاد باش ندهن فيهم. حقاش يخسر لهم اذاك الشكل. وتدقى يتحول عليهم بشوية بشوية. قطلهم احسن دهنهم دابا. والقراوة يبقى نفس الشيء. بحال بحال. اديرهم دابا. اصندهم البقاء كنت مستمر تنكمل تلك القريصات. نحن ي survivor. سبعة الكريسة تباركة الماكلة اليومين سبعة الكريسة ايضا بني تجمع جنجلة مخلطين مع زرع الكتان اه زرع الكتان مخلطين مع زرع الكتان اذا انا قلت اوكي ايدي بشي جدك اللويين لاندي مشي مشي حمر هو بيض ايو اقلت ندير زرعة الكتان هكاية هي جدك اللوينات مخلطين تعتدي كوزوين حسن مع زرعة الكتان اللي عندي انا رقيقة مشي كبيرة مشي ذاك الكبيرة عادي عير صغيورة هنتم والبنات بلا ما يجيكم العقز لوالورة ساهلين مهلين في انت ياخد الوقت وعير في الخميرة فالشي ياخد الوقت انك تتخلي خمار وصافي اما مورة ساهلين مهلين وصافي كما تتشوفو دبانا قد نخليهم يخمار وحتها يخمار ويعلو خاطرهم بلحق اشان نديريهم معي الخميرة ديال الحلوة كما قلت لكم الخميرة المعجونة تجينو شوية تقيلة متان بغيش نديرها بزاف يو كما تتشوفو رادرنام طابو خمار وطابو تتشوفو تيجو غزالي من ذاك الشي الرفاع رايا ذاك اللي اكلنا وحدة هايما ما مالحقاش نتنصور ما بغادت توري لكم كيفش يجيو تيجو رطبان من ذاك الشي الرفاع ذاك المنطق وتيقو تل لسميتو ديالهم تيجو رطبان وحت اللون ديالهم مع معجونين بالليمون تيبين في وما داك اللوين هكاك اوغانشي جيزوين متتمنى تجربوهم زعما الصراحة شحاجة اللي سهلة ماهلة وفي الماداق مغاير ومتتحتاج بزاف ديال المقادير مامره زاد قتل يرى انه كل نصر يلا بصحتها وبصحتكم تتومي ان شاء الله وشكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة